بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السابعة والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله عن فوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب أخذر الشيخ صالح حياكم الله حياكم الله وبركاته أول أسئلة هذه الحلقة رسالة من المستمعة تقول أختكم في الله نون عين الجهني من المدينة المنورة لها عدد من الأسئلة تقول في أولها هل هناك دعاء خاص بليلة القدر وإذا كان لها دعاء خاص فما هو بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن ليلة القدر ليلة مباركة ليلة عظيمة وهي خير من ألف شهر فيستحب للمسلم الاجتهاد فيها بالعبادة من الصلاة والدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه فالدعاء بالخصوص في هذه الليلة له مزيد فيكثر الإنسان من الدعاء وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فيكثر الإنسان من هذا الدعاء ويزيد عليه ما شاء الله في صلاته وفي دعائه خارج الصلاة في تلك الليلة يجتهد في الدعاء نعم أحسن الله إليكم تقول في سؤالها الآخر عندي معلمة أحببتها في الله وأهديت لها هدية فهل يجوز ذلك أم لا لا يجوز للمعلمة أن تقبل الهدايا من الطالبات وكذلك لا يجوز للمعلمين أن يقبلوا الهدايا من الطالبات لما في ذلك من الاتهام لهم بالحيث مع هؤلاء الطلاب الذين يهدون إليه لأن الأستاذ يحكم على الطالب وعلى جوابه فربما أن هذه الهدية تؤثر عليه عطفا أو ميولا وكذلك الناس يتهمونه وكذلك المهدي يكون له عليه دالة ويكون يشعر في نفسه أن المدرس سيجود معه وإلى غير ذلك فيتجنب المدرس أو المدرسة قبول الهدايا من الطلاب تقول في سؤال ثالث أنا فتاة تزوجت أمي من رجل قبل أبي وكان متزوجا وله أولاد وأنجبت أمي منه ولدا واحدا ثم طلقها زوجها ذلك وبعده تزوجها أبي فهل يجوز لي أن أكشف أمام إخوان أخي أم لي أن أسلم عليهم فقط لا يجوز لك أن تكشفي لأولاد زوج أبيكي يا أولاد زوج أمك زوج أمكي لا يجوز ذلك لأنهم أجانب منك فعليك بالاحتجاب وأما مسألة السلام عليهم بالكلام مع الاحتجاب ومع الاحتشام فلا فاس بذلك أثابكم الله تقول في سؤالها الرابع كيف يكون الحب في الله يكون الحب في الله إذا كان من أجل الدين من أجل الدين ومن أجل عبادة الله سبحانه وتعالى إذا كان الباعث على ذلك مرضات الله جل وعلا والباعث على ذلك صلاح الشخص وقربه من الله فإن هذه محبة دينية وقد قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أحب في الله ووال في الله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنالوا ولاية الله بذلك وقد صارت عامة مؤخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا نعم حسن الله إليكم في سؤالها الأخير تقول أنا فتاة متعودة على صيام البيض من كل شهر بحمد الله وفي بعض الأشهر تأتي للدورة في اليوم الثالث ظهرا فماذا يجب علي أن أفعل إذا تكرر مثل هذا الأمر إذا جاءتك الدورة في الظهر وأنت صائمة يبطل الصيام يبطل الصيام والمطلوب صوم صيام ثلاثة أيام من كل شهر من أوله أو من وسطه أو من آخر فإن تيسر أن تصادف أيام البيض هذا أفضل وإلا فإنه يكفي أن تصوم الثلاثة من أول الشهر أو من آخره نعم ممكنها قصدت هذا يا شيخ تريد أن لا تنقطع عادة صيام ثلاثة أيام من كل شهر نعم هو يحصل هذا بصيام الثلاثة من أي وقت من الشهر نعم أحسن الله إليكم المرسل سين ميم خاء بعث عددا من الأسئلة أيضا يقول في أولها وضحوا لنا جزاكم الله خيرا كيف تكون زكاة الراتب الشهري كل من عنده إيراد يتكرر شهريا من راتب أو غيره فإن الواجب عليه فإنه لا تجب عليه الزكاة على المبلغ إلا إذا تم عليه الحول من حين ملكه له هذا هو الواجب والأصل لكن هذا يشق على الناس أن يعتبروا حولا لكل مبلغ يتوفر لديهم من وارداتهم يشق عليهم ذلك فالأحسن أن يعين شهرا من السنة لإخراج زكاة ما تجمع لديه مما سبق ومما لحق وتبرع ذمته بذلك ما تم حوله يكون أدى زكاةه في وقتها وما لم يتم حوله يكون قد عجلها وتعجيل لأجل حاجة جائز في سؤاله الثاني يقول هل على حلي النساء زكاة؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا قويا ومن زكاه من باب الاحتياط وضراءة الذنة والخروج من الخلاة فهو أحسن أحسن الله إليكم يقول في سؤاله الثالث إذا كان شخص لا يوصل أمانته كشخص يقول له سلم على فلان فينسى أو إذا ذكره عند ذلك الشخص يذكره بسوء أو يتكلم عليه في غيبته فهل يأذم على ذلك على أنه لم يبلغ سلام الشخص المسلم وإذا ذكره بعد المدة هل عليه أن يقول له أم يسكت عن ذلك؟ مسألة تحميل السلام ونقل السلام شيء طيب فيه تواصل نعم فيه تواصل وإصلاح بين الناس لكن إذا نسيه من حمل إيئيه من حمل السلام نسيه لا حرج عليه بذلك وفي اليومة الخطأ والنسيان لا حرج عليه في النسيان ولا يبيح ذلك لمن أوصاه بالسلام أن يتناول عرضها أو أن يتنقصها نعم سابكم الله في سؤال الرابع يقول إذا شخص لم يكن يصلي ثم أصبح يصلي فماذا يجب عليه تجاه تلك الصلوات التي لم يكن يصليها؟ هذا محل نظر إذا كانت الصلوات كثيرة ويشق عليه قضاؤها فإنه تكفي التوبة تكفي التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل خصوصا وأن الصحيح أن من تعمل ترك الصلاة فإنه يكفر نشاء الله نعم والكافر لا تصح منه صلاة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فالواجب على مثل هذا التوبة الصحيحة والمحافظة على الصلاة في المستقبل والتوبة تجب ما قبلها نعم أحسن الله إليكم في سؤاله الأخير يقول ما الأذكار المشروعة بعد صلاة الفريضة وبعد الوتر وفي الختام ما الأذكار المشروعة بعد صلاة الفريضة وبعد الوتر الأذكار المشروعة بعد الفريضة هي ما ثبت في الحديث من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول وهم السقبل لا استغفروا الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقول أيضا وبعد صلاة الفجر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات وبعد صلاة المغرب كذلك يقول هذا الذكر عشر مرات ثم يقول بعد كل صلاة بعد التهليل المذكور سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل كلمة ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد صلاة الوتر فالذي ورد أنه يقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ويكرر ذلك ثلاث مرات نعم شزاكم الله خيرا المرسلاء أم ناصر تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبعث إليكم بعد توبة الأخيرة وإن شاء الله تكون الأخيرة تقول عمري الآن ست وثلاثون سنة لم تخلو من الذنوب الكبيرة والتوبة أيضا وقد حججت منذ تسع سنوات ورجعت بعد ذلك إلى تلك الذنوب وذلك بسبب أنه هددني بالسحر إن لم أستجب له وأنا دائما خائفة منه أن يؤذيني بالسحر وسؤالي يا فضيلة الشيخ هل يقدر أن يؤذيني وخصوصا أنني صادقة في توبة إن شاء الله مهما عمل ولن أرجع مهما حصل إن شاء الله ما توجيهكم لي وبماذا أتحصن من تلك التهديدات يحصل التحصن بذكر الله عز وجل واللجوء إلى الله والاستعاذة من شر خلقه وقراءة آية الكرسي بعد كل فريضة وقراءة السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين إن هذا مما يدفع الله به ولا شك أن المحافظة على الصلوات أيضا مما يحصن المسلم فوصا صلاة الفجر صلاة العصر مما يحصن الله به المسلم من كل شر كذلك الكثير من ذكر الله فإنه حصن يلجأ إليه المسلم من شر شياطين الإنس والجن هذا هو الحصن المنيع الذي إذا حارض عليه المسلم مع التوكل على الله والاعتماد على الله ثانيا إذا لم يندفع أذى هذا الشهير عليك بالنجوء إلى السلطة إلى ولي أمرك وإلى السلطة للأخذ على يدي تقول في سؤالها الآخر ماذا أفعل كي أكفر عن ذنوبي خصوصا أنها كانت كبيرة وعظيمة في حق خالقي سبحانه وتعالى هذا في تفصيل إذا كانت الذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى فإن الذي تكفرها التوبة قل للذين كفروا إي أنتهوا يغفر لهم ما قد سلف والتوبة تجوب ما قبله والتائب من الذنب كما لا ذنب له أما إن كانت التوبة من حقوق الخلق فلابد من إعادتها إليهم وطلب المسامحة منهم أحسن الله إليكم ورفع بعلمكم بعد هذا سؤال وضيطة الشيخ من المستمع إيهاب علي بن عمان في الأردن يقول فيه في صلاة الفجر في المسجد يقوم الإمام بشكل يومي ودائم بدعاء القنوط فهل هذا جائز أم بدعه؟ دعاء القنوط في الفرائض لا يشرع إلا عند النوازل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا عند النوازل قد كان صلى الله عليه وسلم يقمت ويدعو للمستضعفين بمكة وكذلك يدعو على الظلمة من الكفار فقالت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم ويدعو على قوم هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أما القمود في صلاة الفجر بصفة دائمة فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور أهل العلم على أنه غير مشروع بعض الأمة شيخ يحتج بأن يقول أن المسلمين الآن في نوازل وفي ضعف وفي حاجة إلى الدعاء فكيف نردان هؤلاء المسلمون ما زالوا بحاجة إلى الدعاء وما زال يأتي عليهم لكن الكلام في النوازل العامة الداهمة النوازل الداهمة لا تلخطر يقول في سؤاله الثاني عندما يقوم الإمام بدعاء القنوط فإني لا أرفع يدي مع المصلين ولا أدعو معهم على اعتباري أنها بدعة فهل فعلي هذا جائز؟ نعم لا تتابعهم في ذلك وتكرر ربنا ولك الحمد من السماع ومن الأرض ومن الأماشية من شيء بعد وما ثبت في هذا الموضع من الأذكار بعد الركوع تكرر هذا يقول في سؤاله الأخير بعد الانتهاء من صلاة الفجر يقوم أحد المصلين بالتسابيح والتهاليل يقصد التسبيح والتهاليل والله وعلا بصوت عال ويقرأ أول آية من سورة الإخلاص بصوت عال ثم يكملها في سره وكذلك يفعل في المعوذتين فهل هذا جائز؟ أم أن عمله هذا يضايق كثيرا من المصلين ويزيد من كراهيتهم له وهو لا يصلي في المسجد سوى صلاة الفجر والجمعة الذكر بعد الصلاة حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كل مسلم يذكر الله بما ورد بمفرده من غير أن يكون هناك ذكر جماعي أو إنسان يأتي بالذكر وغيره يرددون غراءه هذا كله من البدع وإنما يؤتى بالأذكار المشروعة بعد الصلوات حسب الأفراد كله إنسان يأتي بذلك لنفسه غير مرتبط بالآخرين ورفع الصوت بالذكر من المصلين بعد السلام هذا من السنة لكن من غير قصد دعاء جماعي أو أن واحدا يدعو البقية يستمعون أو يؤمنون هذا كله من البدع نعم شابكم الله المستمع ميم ألف ميم يقول أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إني أحبكم في الله سؤالي إذا كان الشخص احتلم وأصبح جنوبا والبرد شديد فلم يقدر أن يغتسل من شدة البرد هل يجوز له أن يتيمم لصلاة الصبح بالرغم من وجود الماء ولكن لشدة البرد وهل يجوز له أن يؤخر الصبح حتى يغتسل إذا كان في برد ولا عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه من شدة البرد فلا بأس أن يتيمم ويصلك كما فعل عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أما إذا كان عنده ما يسخن به الماء من حطب أو غير ذلك من مواد التسخين فلا يجوز له أن يتيمم بل يسخن الماء ويغتسل منه ولا يجوز له أن يتيمم لأنه واجد للماء قادر على استعماله بواسطة التسخين وأما أنه يؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس من أجل البرد هذا لا يجوز بل عليه أن يصلي في الوقت إن قدر على الطهارة في الماء وجب عليه ذلك وإلا فإنه يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت نعم أثاركم الله المستمع محمود شرف الدين مصطفى شادي مقيم في حفر الباطن يقول إذا قتل البرق بهيمة كالخروف أو الجمل أو البقرة هل أكلها حلال أو حرام إذا ماتت بالصعق فإنها حرام لأنها غير مذكت أما إن أدركت وفيها حياة مستقرة وذكية ودفق منها الدم الذي يدفق عادة من المذبوحة جاهز أكلها لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم فما أدرك بعد الإصابة وفيه حياة مستقرة فإنه يذكى ويأكل والحمد لله أحسن الله إليكم في سؤال الآخر يقول إذا كان ذهب المرأة مقداره نصف كيلو جرام وتستخدمه بالمناسبات كالعرس والعزيمة هل فيه زكاة أم لا؟ كما سبقت الإجابة عن ذلك أن الحلي النساء المعد للإستعمال أو العارية جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه لأنه معد للاستهلاك والاستعمال ولم يعد للنماء والتجارة وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه ولو كان كذلك فالمسألة خلافية والخلاف فيها قوي فمن زكاه من باب الاحتياط وبراءة الذنب وخروجا من الخلاف فلا شك أن هذا أحسن وأتم نعم أحسابكم الله مستمع رمزاء الأسمي بالحروف ميم جيم يقول أرفعوا إلى فضيلتكم راجيا توضيح وجهة النظر الشرع الكريم في هذا الأمر وهو أنني رجل تزوجت زوجة بقيت معي قرابة عشر سنوات ثم ذهبت إلى أهلها دون سبب وقابلني أبوها وأخوها بالشدة والسب وأخذوا حقوقي حتى أصبحت فقيرا واضطررت إلى طلاقها ولم يعيدوا من حقي شيئا وقد أخذوا مني مبلغا كبيرا فأرجو إضاحة الحكم في ذلك لمثل هؤلاء ولمن يعمل عملهم ويأخذ حقوق الزوج عندما يناسبه ويقابله بالسب دائما والجحود والله يرعاكم لا شك أن الظلم محرم ولا يجوز حتى في حق الكافر قال سبحانه ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى هذا من حيث العموم أما من حيث هذه القضية هذه يرجع فيها إلى القاضي يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية لأن هذا نزاع بين الطرفين ودعوا من السائل فيحتاج إلى نظر القاضي نعم فهبكم الله وأحسن إليكم مستمع رمز الاسم بالحروف آلف كاف يقول أنا أسكن في ضواحي مدينة الرياض ومعي رجل واحد فقط هل نصلي صلاة الجمعة ركعتين أو أربع ركعات وهل يكون لنا خطبة بيننا ونحن الثنين أم لا إذا كان حولكم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وتدركون الصلاة فيه تسمعون الأذان إنه يجب عليكم أن تحضروا وتصلوا مع المسلمين في هذا المسجد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما إذا كنتم في موطن بعيد ليس في قربكم إقامة صلاة جمعة فإن كنتم في هذا الموطن غير مستوطنين وإنما جلوسكم فيه موقت فلا يجوز لكم إقامة الجمعة في كل حال أما إذا كنتم مستوطنين دائما فعليكم مراجعة دار الإفتة في الرياض وهي تنظر في الموضوع إن شاء الله وإن كنتم في غير المملكة تراجعون المفتين لديكم في هذا الموضوع أحسن الله منيكم لأن هذا يحتاج إلى تحقيق وإلى نظر أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم إخوتنا المستمعين الكرام تكرم بالجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لفضيلته ما أجاب به وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج جنور على الدرب تقبلوا في الختام تحية من زميلنا في أندسة الصوت عبدالله العريف الحربي والسلام عليكم ورحمة الله